كيف كان التعاون مع يوسف شهين؟ وإحنا عارفين إنه هو كان إلى حد كبير يعني عصبي شوي طبعا عصبي فنان كبير بس عصبي طبعا فنان ويحب كل حاجة بالملي بالمسترة يعني لا يعني هو سأل علي قبل ما يطلبني يقول لي تعالى أعمل موسيقى الصورية بتاعت فيلم المصير رحت له طبعا وقعت معاه طبعا عالمي هو عالمي يعني قعدت معاه وتفرجت على الفيلم كذا مرة بنتفرج على الفيلم مرة واثنين وثقاتة واربعة وعين بتدي يتكلم معايا المشهد ده عايز موسيقى المشهد ده عايز موسيقى المشهد ده مش عايز يعني وفي مشهد أقوله لا المشهد ده مش عايز موسيقى الحوار هنا عالي جدا فالموسيقى هتغلوش عليه فلا نعمل موسيقى للمشهد الفلاني وكان بيستقبل بسهولة هذه الملحوظات اه اه بيستقبل بسهولة جدا ويعني تعلمت منه حاجة كمان مهمة جدا في تأليف الموسيقى التصورية في الأفلام في مشهد قالي المشهد ده عندي مهمة جدا في الفيلم فعايز موسيقى يعني تبقى عظيمة فقلت له طيب سبني ومين ثلاثة كده وهاجب لها سبني ومين ثلاثة عملت الموسيقى ورحت الستوديو وسجلتها وكان فيه عشر قرال ستات وعشر قرال رجال والاركسترا اثنين وثلاثين كامانجا واربعة شلو تمانية شلو واربعة كونترباص ونفخ براس سيكشن عملت له جملة عظيمة جدا جدا فبعد من الجملة خلصت كل الناس أشادوا بيها وقالوا إيه الموسيقى الجميلة دي فببصلوا إيه رأيك بصلي كده قال لي وحشة ما عجبتوش وحشة قلت له ازاي ده كل الناس بيقولوا دي جملة فضيعة وجميلة جدا قال لي عشان حلوة وحشة قلت له ليه بس قال لي يعني الناس هتقعد تتفرج على الفيلم هتسمع المزيكة ولا هتشوف الفيلم وتسيب الحوار المزيكة هتخطف ودن الناس والحوار مش هيباني فقال لي عشان كده وحشة لكنه ابقى عليها فبعا لفت نظري لحاجة مهمة جدا قال لي لا انا مش عايزها بالجمال ده لا اعمل لي مسيكة خفيفة هادية كده نعمة بالقانون والناي يعني ابقى عليها بس بشكل بسيط لا قال لي شارها خالص كمان غيرها كمان قال لي جملة حلوة ما ينفعش الناس تقعد تسمعها وتسيب الحوار ودي انا تعلمتها منه يعني ان فعلا يعني لازم اخلي بال اراعي الحوار الاول حسان ايه ما اشد الشكل اه طبعا شكرا